فهم خير هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالصحابة رضي الله عنهم لهم حق عظيم لهم حق عظيم على هذه الأمة لأنهم هم أولا الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وآزروا هم الذين نشروا شريعة الله هم الذين نقلوها إلينا بيضة نقية هم الذين فتحوا البلدان إلى غير ذلك مما قاموا به فحقهم عظيم والواجب نحوهم جليل فيجب علينا أن نعظمهم وأن نحترمهم التعظيم والاحترام اللائق بهم قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم فيجب علينا أن نعظم الصحابة رضي الله عنهم وأن نسكت عما شجر بينهم وما حصل بينهم وأن نعلم أنه عن اجتهاد معذور مغفور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الكث عما جرى بين الصحابة أن نكف عن ذلك فتلك دماء طهر الله أيدينا منها فلنطهر ألسنتنا منها يقول أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا أقاموا الهدى والدين أي نشروا دين الله تعالى وشريعته ومهدوا أي مهدوا الطريق على من جاء بعدهم فهم الذين وطأوا فهم الذين مهدوا الطريق بتوطئته وتسهيله لنشر دين الله تعالى يقول فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد أي أن حب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين وقربه فأهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله بحب الصحابة وبحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لما قاموا به من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله بأموالهم وأنفسهم وحفظوا دين الله تعالى بحفظ كتابه وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وساروا على نهج الرسول علماً وعملاً وتعليماً حتى بلغوا هذا الدين للأمة نقياً طرياً صافياً من جميع الشوائب يقول المؤلف رحمه الله فرض مؤكد إذن حقهم علينا حق الصحابة رضي الله عليهم علينا أولاً محبتهم والثناء عليهم ثانياً الترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيقاً لقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قولنا وقلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم ثالثاً الكف عن مساوئهم وعما حصل بينهم وعنه صادر عن اجتهاد معذور مغفور لأن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فلا يجوز سبهم أو القدح فيهم